أصطر حالكم كنتم بتشوفوها دلوقتي دي لقطات من دخول اللعبي النادي الأهلي للمحاضرة الأخيرة قبل المباراة اليوم وقبل التحرك مباشرة يعني المحاضرة تستفرق حوالي من ربع لنصف ساعة بالكتير قوي قوي بعدها مباشرة الفريق يتحرك لإستاذ الأهلي والسلام بإذن الله بدعوات جمهوري النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة الصعبة بكل تأكيد مع فريق محترم ومميز زي فريق نادي الزمالك في غيابات عند الزمالك؟ آه في غيابات هي مؤثرة بصراحة مؤثرة يعني ما تيجي تتكلم مثلا على حزم إمام والمثلوسي الاثنين في مركز واحد فبالتالي حيلعب ناشئ مثلا اسمه محمد طارق فدي حاجة تقلق جمهوري النادي الزمالك بصراحة تمام لما يغيب مثلا واحد زي طارق حامد في نصف الملعب العيب تقل جدا ومهم جدا في نصف الملعب بسبب الإصابة وبتعاليك في أسبانيا فبالتالي برضو غياب مؤثر ما تيجي مثلا تتكلم عن محمود علاء عنده خبرات في خط الدفاع غياب برضو مؤثر أيا كان بقى منختلف أو نتفق على مستوى لكن برضو لعيب دولي كان موجود في منتخب مؤخرا سيف الدين الجزيري سيف الدين الجزيري من المهاجمين المميزين جدا لعب مباراة قويمة قبل كده وماتش الأخير حتى اللي احنا منشوفه اللقطات لي ده ماتش خمسة تاريخي طبعا كان شارك وسام في ضرب الجزاء صحيحة بقى غير صحيحة مش مشكلة يعني لكن المهم لعيب مهم هو الراجل اللعب أو اتمرن امبارح في مران نادي الزمالك بشكل كامل لكن قرار فريرا هو يعني استبعاده من القايمة ربما زي ما بيقال إنه هو ما كانش جاهز الجاهزات تامة وفترة اللي فاتك تامع منتخب تونس فبالتالي فريرا شايف إنه هو مش محتاجه دي حاجة ممكن تكون غريبة شوية بشوف كمان من أبرز اللي عملين هنا علي معلول بالمناسبة بالمناسبة خلينا في اللقطة دي هو هنا علي معلول بيحيي نفسه ولا بيحيي مين هو بيحيي مين هنا الجماهير ده معنى إيه إن الماتش الدور الأول كان بجماهير الماتش الدور الأول كان بجماهير لأن انبارح يفجئنا باختاب نادي الزمالك إن إحنا عايزين مبدأ تكافؤ الفرص الماتش الدور الأول كان من غير جماهير فعايزين الماتش التاني يبقى من غير جماهير ويبقى على أستاذ القرم مش عارف إزاي بصراحة لكن هو طبعا ماتش كان بجمهور المهم فاتوح أحد أبرز اللاعبين في مصر في مركزه بصراحة كباكلفت بيغيب بسبب كورونا كان عنده كورونا وكان عنده حادث سير يعني حصل يعني تعرض لحادث سير نتمنى يا رب الشفاء قبل المعسكر المنتخب فبالتالي مش جاهز برضه بشوف ده أبرز الغيابات عند نادي الزمالك رغم من متواجد عبد الشافي لعيب مميز جدا بص كم من الغيابات اللي عند الزمالك دي ما تقولش أبدا إن الزمالك حيخسر حيخسر لا ما فيش كده في القمة خالص ماتش متكافئ في كل الأحوال ماتش متكافئ فرقتين كبار عندهم خبرات عديدة أسماء كبيرة أيان كان الغيابات هنا أو هنا فما تقدرش تتوقع أبدا أي حد يقولك الأهلي كذبان الماتش ده من قبل ما يلعب يبقى بيهضر ما بيفهمش فكور أي حد يقولك الزمالك كذبان الماتش ده من قبل ما يلعب برضه يبقى ما بيفهمش فكور ما عليش يعني ليه بقى لأن احنا تعودنا دايما على مدار التاريخ أيان كان الفريق اللي بيبقى يعني كفته أرجح ممكن يخسر جدا زي ماتشة حيخما شايفينه ده يعني الزمالك كان كفته أرجح مكتمل العدد أفضل من الأهلي في الوقت ده الأهلي كان عنده غيابات كثير جدا 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 في فرقته حوالي عشر أو حداشر غياب مؤثر منهم الشناوي مثلا كان فيه ناس كثير وكسبنا اتنين واحد الأهلي كسب اتنين واحد وكان تقلق عليه لطفي تقلق مبهر بصراحة المطشة ده كمان من المطشات اللي انت ما كنتش تعرف مين اللي حكسة فيه خلص تعده الواحد واحد هدف صراح محصن وعطاكت فرجاني ساسي في الآخر فما في أي حد يتنبأ بنتيجة المباراة ممكن نتوقع كلام من ده كتوقعات اللي هو المجرد ان احنا من نتوقع ومنهزر وكلام من ده لكن تجزم بفوص فريق على التاني لا ده أمر يعني صعب جدا في مباراة زي دي مباراة قمة فرقتين تقال قوي 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 فحننتظر ونشوف وبإذن الله نتمتع احنا عايزين نتمتع بالمطش طبعا هو الأهم الممتع بصراحة بالنسبة للأهلي يكسب يعني عشان أبقى ضغري وصريح معكم معطش يعني يرفوا أدور بصراحة لكن إن مش كامل أهلي يكسب ومطش يبقى ممتع فيها حاجة دي نفاش حاجة دي فإن شاء الله بإذن الله مطش يبقى حل والأهلي كمان يكسب ويمتعنا أكتر وأكتر بإذن الله تعالى حضور الجماهير أكيد حيبقى متواجد عدد من جماهيرنا لزمانك وعدد من جماهير النادي الأهلي ملعب أو أستاذ الأهلي والسلام من الملعب المميزة جداً أرضيتها جيدة جداً وملاعب الوغدة الموافقات الأمنية كاملة وتلعب عليه مطشك كتير جداً بجماهير للأهلي على مضار بمباريات بطول الدول للأطالة أفريقيا وبعض المباريات المحلية نتجي نتكلم مساء على واحد زي أفشة حيبقى ليه أكيد دور مهم جداً النهاردة لو ابتدأ أساسي في ظل غياب ديانج أعتقد أفشة حيلعب أساسي هتقول لي ما ده مركز وغير ده لا هقول لك لو ديانج موجود كان ممكن يبقى فيه تفكير أن يبقى ثلاثة في نص الملعب ديانج والسلية وحمدي وقفشة يبقى ورقة ربح لكن في ظل غياب ديانج على فكرة اللي يعوضه كوكا وما تستبعدش أبداً أن كوكا يكون موجود من ضمن المفاجآت الوارد حدوثها إحنا مش نتوقع حاجة أو بتاعنا نقول ممكن يعني نحاول نقرأ المشهد فبالتالي لو كوكا ما ابتدأش أساسي مع السلية وحمدي على حساب حد فيهم وأنا بستصعب القصة دي رغم أنه لعيب تقيل أو كوكا في الحقيقة وعمل مطشط كبيرة أول فترة اللي فاتت فبالتالي أفشة مهمة جداً أكيد تواجده في الملعب برضو قرار خاص بالكابتين سامي أمصان ليه قراره وأكيد إن شاء الله يتمنى له التوفيق لكن أفشة سواء ابتدأ أساسي أو كبديل أكيد بإذن الله سيبقى مؤثر بالنسبة لفريق النادي تعالوا شوية نتكلم على بعض الإحصائيات إذا ما حراركم حتشوفوا دلوقتي حلنا على الشاشة كده 123 مباراة ما بين الأهلي والزمالك الأهلي فاز في كام مطش 47 مطش والزمالك فاز في كام 27 مطش يعني فرق 20 مطش للأهلي التعادل 49 مباراة كان حضر بين الأهداف الأهلي سجل في شباك الزمالك في مباريات الدوري في التاريخ كله 157 في المقابل الزمالك سجل 108 أهداف فقط كمان تعالوا نروح لموقف الفريتين في الدوري قبل المباراة اليوم فبالتالي الأهلي لعب 17 مباراة الزمالك لعب أكتر من الأهلي 20 مباراة الأهلي فاز في 12 مطش الزمالك فاز في 14 مطش الأهلي تعادل أربع مباريات الزمالك تعادل مطشين الخسارة الأهلي كسب أو خسر مباراة واحدة والزمالك خسر أربع مباريات أهداف للأهلي كانت 38 هدف حتى الآن في بطوة الدوري هذا الموسم الزمالك 34 هدف حتى الآن في بطوة الدوري هذا الموسم الأهلي استقبل 12 هدف فقط وأعتقد هو أقوى خط دفاع مع وضف الاعتبر أنه لعب عدد مطشاط أقل والزمالك استقبل 20 هدف وأنا بشوف إن ده عدد مش قليل النقاط الأهلي 40 نقطة والزمالك 44 هو المتصدر الزمالك لكن الأهلي ليه مباراة مؤجلة لو فاز فيها حيبقى هو المتصدر وبفارق من النقاط المريح فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي النهار ده بقى تاكم التحكيم مهمة أوي تاكم تحكيم أجنبي وبعد ما حدث في مباراة الدور الأول والتصريحات اللي تبعت أو اللي كانت بعد هذا اللقاء ما بين الأهلي والزمالك تصريحات الكابتن محمد عادل وما يتعلق بالاحتواء وما شابه ذلك يعني فكان مهمة أوي إن يبقى في حكام أجانب جي حكام أجانب اللي حراركم حتشوفوهم دلوقتي على الشاشة دول أنا كنت أتمنى إن يبقى حكام أجانب يعني أفضل من كده من الصف ومن الناس اللي إحنا عارفين هم أوي دول اللي هم بنشوفهم في الدور الإنجليزي ما بيهزروش دوله في الدور الأسباني أوه حاكم أسباني لكن يعني مش اللي هو عنده تاريخ كبير جدا في إدارة بعض المباراة المميزة لكن في كل أحوال وارد جدا أنه يبقى حكام كويس ونتمنى له التوفيق مين هو الحكم خسي لويس مونويرا وحكم مساعد أول نيجو بريتو ومساعد ثاني ديجو باريبيو وحكم رابع سيزر سوتو وحكم تقنيات الفيديو لويس جونزاليس ومساعد حكم تقنيات الفيديو الأسباني ميد جيمس دول حكام أسبان كلهم لإدارة مباراة القمة النهاردة نتمنى لهم يا رب كل التوفيق يعني دي أبرز الأرقام وأبرز الأحداث قبل انطلاق مباراة اليوم الهمة بين الأهل وزمائك هروح فاصل سريع بعد الفاصل نكمل يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر